اشتركوا في القناة لا أدري لماذا؟ الشيف منال تحتاجه لعمل تجربة بالثلج والشوكولاتة حقا؟ هيا جوري انتظري أحضرنا القالب مرحبا شيف منال أهلا يا آدم أهلا يا جوري أهلا وسهلا يا أطفال شو يا آدم حكيت لجوري إيش بدنا نسوي اليوم؟ بالتأكيد وأحضرنا لك القالب يا شيف شكرا يا آدم شكرا يا جوري أطفالي الحلوين تجربة اليوم حنشوف لما نحط الشوكولاتة في الثلج كيف بتفك عنه بسهولة خلا ما انتم تحمسين كتير يلا خلينا نرتب المطبخ ونجهز كل إشي عشان نعمل لكم أكواب الشوكولاتة ياي 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 ما تنسوا تحملوا تطبيق لمسة على أجهزتكم وتستمتعوا بعملها حبايب الخطوة الأولى اللي هحتاج أعملها لتجهيز أكواب الشوكولاتة هاجيب القالب القالب بهذا الشيك اللي بنعمل فيه كبكيك أكيد بتعرفوه هحط فيه مية وبعدين هحتاج عود خشب هاخد العود وبس أحطه في قلب المية بهذا الطريقة وبعد هيك هحطه بالتلاجة لغاية ما يجمد عندي على الأخ هلأ لتجهيز الشوكولاتة بحتاج أنا أجيب الشوكولاتة الخام اللي بنستعملها لعمل الحلويات بقطعها قطعة صغيرة بحطها في طبق يتحمل الحرارة هاد الطبق بحطه فوق قدر أو كسرول أو طنجرة صغيرة فيها مي سخنة وبخليها لغاية ما تدوب على الآخر والشوكولاتة عندي هلأ ساحت وصارت زي المي شوف كيف يكون شكلها وحنشوف هلأ كيف تجمد التلج مزهل أنا حطيته في القالب برفعه بهالطريقة وبعد هيك هنحطه في قلب الشوكولاتة لغاية ما يتغطى عنا كويس نحطه ونشيله نحطه ونشيله وححطها على الطبق واسيبها شوي لغاية ما تتماسك عندي الشوكولاتة وهلأ داب التلج وفك عن الشوكولاتة برفعها بهذا الشكل واو كيف مشتحيل أوكي جرب أنت يا آدم الموضوع كتير سهل برافو عليكم وحبيبي هلأ بدنا نخفق الكريمة اللي هنحطها في قلب الشوكولات باخد الكريمة بتبقى سائلة عندي هي زي الحليب تقريباً بتلاقوها بالتلاجة بحطوطة بتبقى سائلة بهذا الشكل بس لما أخفقها هتصير كبيرة وهشة هستعمل المضرب صارت عنا الكريمة منفوشة وشكلها كتير حلو وطعامها كمان كتير حلو موزع الكريمة في قلب كاسات الشوكولاتة اللي أنا سويتها وهلأ يا حبابي يا حلوين أي نوع فواكه أنتو بتحبوه تقدرو تستعملوه ممكن نستعمل تشكيلة من الفواكه ممكن نحط الفراولة والتوت والموز أي إشي أنتو بتحبوه كل واحد يعمل الفواكه اللي هو بيحبها وممكن كمان نحط البلوبيري أو إذا كمان حبينا نحط شوية أناناس ونشوف ماما وبابا بممكن نحط لهم الكيوي كل واحد زي ما بيحبه هنحط الكيوي وأزينه كمان بالمكسرات ممكن أنا بحب الفستق الحلبي نحط اللوز الجوز أي شيء أنتو بتحبوه بنقدر نحط لفوق جاسات الشوكولاتة وهلأ بنزينهم بالفرشات أو أي إشي أنتو تحبوه واحدة لقلي وواحدة لآدم وواحدة لجوري أهم شيء كلوها بسرعة قبل ما تدوب لفيذة جدا شفتو كيف عملنا الشوكولاتة بطريقة كتير بسيطة وسهلة جربوها أنتو كمان مع السلامة لا تنسوا أعزائي الأطفال أن تحملوا تطبيق لمسة وتجربوا لعبة أكواب الشقلاتة الرائعة فعلاً إنها لذيذة هل أكلوا الصحنة أيضاً؟